بسم الله الرحمن الرحيم فيه ناس كانت ساعدتني على المكسف التنعيم وربطه مع البطارية لتنعيم خارج دينامو بص يا جماعة هو طب ديان احنا ليه محتاجين نعمل كده الدنامو وظيفته ينتج طيار كهرابي AC وفيه جزء مخصوص للتوحيد الطيار نسميه اعدة السيليكونات او انطاط السيليكونات دي بتخلي طيار من EC لDC لكن برضو الطيار بيكون فيه تشوهات او الفولت اللي بيكون فيه عالي واطي او نقاط تقطع في الموجة طبعا انت مش تحس بيها بس لو فيه اسل سكوبة عندك عبان مالول والناس اللي شغلين اكترانيات بعمين كلام دا كويس نحط هذا المكسف وظيفته ان هو اي نعم الموجة ان هو بيلغي التشوه اللي في التخرج دي سي دا بيلغي وبيخليه اكترانيات طالع من البطارية فيه ناس هتقول ان البطارية تشتغل كمكسف صحيح بس كدرة البطارية على ملء الفراغ اللي بين الموجات لحظيا انا همتكلم في اجزاء من الثانية الكدرة تكون اعلى اعلى من المكسف المكسف يمتاز على البطارية ان هو يقدر يرمي انبير عالي جدا مرة واحدة بسرعة فبيقدر سد الفجابات وبالترية لا توجد الكدرة دي صحيح ان البطارية المصممة ان ترمي انبير عالي بس من نفس السرعة والقدرة اللي بيتميز بها المكسف ده مكسف عادي خلاص رخيص بخمسة جنيه انا جايبه مكسف سيني 22000 ميكروفراد على 25 فولت المكسف دوت الناس اللي مش فهمها او مش عارفها فالكترونات كويس المكسف دوت اللي يبعلي كده خط في الجنب ده خط ده هو خط السيرب ويقابلوا دائما فيه رجل الرجل دي رجل السلب هنطلع منها سلك نلحمها او كبب كريبسات ليس فتفرق كتير ولكن السلك يكون محمل ويتوصل على السلب بطارية الطرف الثاني الوصله بالمجاب وخلاص للتحسين ان شاء الله يكمل اربط كذا مكسف على التوازي مع بعض بس ده لو عملتها بقل راح الكمبرت بحيث ان احنا نعلي كدرة او ساعة المكسف حسنا يجب ان احنا نحن به بس هتحس به في الانوار ولو اتحس به في الانوار لو مركب لمبات عالية لو مركب كاسيط وجوه على مسمعات عالية هتحس به حاجات تطلب قدرات عالية حسنا بحيث ان تحس بفرق هذا بالنسبة للموضوع المكسف هو توصيله سهلة جدا لا يفهو مشكلة سأعزله وخلي بالك ان المكسف وهو مشحون يعني بعد ان يتوصل في القهربة بالترفيض يتشحن في شحنة متخزنة جوا منه يعني بلاش المسه عشان عزعلك قهربة جمدة جدا دي حاجة لازم طبعا نتعامل معها بحذر حاجة ثانية انا اكتشفتها بالصدفة من كم يوم نحن طبعا نعرفين تقوية الارض انا عمل تقوية الارض الناس عارفة تقوية الارض وفايداتها لا يحتاج ان نتحدث عنها لكن الجميل انا اكتشفت ان الموجب يسخن جدا ويسخن جدا لدرجة ان انا عملي عزلة بطارية انا عمليه ان هو السيح عزلة بطارية هذا مكان الملامس للموجب ويسخن جدا فهو بسخن جدا والبلاستيك اللي حوالي تحمص حتى هل تشعر بطارية الارض هل تشعر بطارية الارض حاول افتح فلاشة تحمص هل تشعر بطارية الارض تبدأ من الموجب وتنتهي في السنب فلا ينفع ان نقوي جزء من الارض ونسيب الجزء الثاني لان هو نفس التاريب يعدى تاريحته انا اخذ الان الان يتمكن من الموجب سنقوم بطارية الارض هناك مصمار 10 تحت الموجب لانه هناك موجب سنقوم بطارية الارض ونقوم بطارية الارض هناك مصمار 10 والاسود هناك موجب اع труд أعلى ثم استقوم بطارية الامر بطارية النقاط بطارية موجب اشتركوا في القناة